اشتركوا في القناة اعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمناسبة حصول سموه على جائزة القيادة المتميزة للعام 2016 من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية وذلك تقديرا لجهود سموه الرائدة في مسيرة التنمية والارتقاء بالعنصر البشري ليكون محورا لهذه التنمية واكد مجلس الوزراء بان توالي التكريم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الدول والمنظمات الدولية هو تقدير لانجازات سموه المتميزة وما حققه من جهود رائدة في خدمة الوطن والمواطنين وبمواسبة انطلاق فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلا واحد فقد رحب مجلس الوزراء بضيوف البلاد وزوارها الذين يتوافدون لحضور هذا الحدث الرياضي الدولي فيما أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور المميز لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في استقطاب ورعاية هذه الفعالية الرياضية العالمية بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية تنشيط دور المعارض والمؤتمرات في مختلف المجالات لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني منوها سموه بمعرض البحرين الدولي السابع عشر للكتاب الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه ونبى سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لما يشكله من تظاهرة ثقافية كبيرة وبالتعريف بالنتاج الثقافي والفكري البحريني والعربي والعالمي بعدها دان مجلس الوزراء الجرائم الإرهابية الآثمة المنبوذة دينيا وإنسانيا والتي وقعت في لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية وفي بروكسل بمملكة بلجيكا مؤخرا وأعرب المجلس عن تعازي مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لحكومتي البلدين الصديقين ولأسر الضحايا مؤكدا على موقفها الثابت تجاه الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهته داعيا المجلس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي وتكثيفها وزيادة التنسيق بين دوله ومنظماته للتصدي للإرهاب وتشفيف منابعه بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يليه أولا نوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويهدف مشروع القانون إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطى وغيرهم وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة ثانيا تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الأوضاع القانونية لمجالس أمناء ومجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة واللجانية المتخصصة التي انتهت مددها القانونية ووافق المجلس على عدد من الإجراءات التي تكفل مستقبل ضمان توفيق أوضاع هذه المجالس واللجان خلال المدد المحددة لها بموجب الأدوات القانونية المنشأة لها وذلك وفقا للتوصيات المرفوعة لهذا الغرض من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ثالثا تابع مجلس الوزراء ما اتخذته وزارة الداخلية من خطوات واجراءات في مشروع الإسعاف المركزي الوطني سواء على صعيد ما تم تنفيذه من منشآت أو تجهيزات وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية وقد قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية برئاسة لجنة تتولى وضع الإجراءات التي تكفل عدم حدوث أي ارتباك في خدمة الإسعاف خلال فترة نقل تبعية خدمات الإسعاف الحالية من وزارة الصحة إلى مشروع الإسعاف المركزي الوطني وتضم اللجنة المثليين عن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأي جهة أخرى ذات علاقة رابعا وفق مجلس الوزراء على أصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تنفذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات للمحافظة والبناء على المركز الريادي الذي تتبوأه مملكة البحرين في قطاع الاتصالات والمواصلات وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات ومن أبرزها أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي يمتد تطبيقها لمدة ثلاث سنوات هو تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض فأق السرعة الشاملة وتعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتحديد وتخصيص وتنفيذ الاستخدام الأمثل للطيف الترجدي وتطور البنية التحتية اللاسكية ضمان أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الألكترونية تعزيز الربط الدولي وزيادة السعة والخيارات تسهيل السياسة العامة التي تتيح الوصول إلى تطبيقات وخدمات الانترنت تطوير مملكة البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات ومراجعة قانون الاتصالات خامسا بحث مجلس الوزراء عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ووافق على رد الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر